سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلنا الصادقين اللهم اجعلنا الفائن والخيرات النابدين للأشرار الغالبين للكفار آمين يا رب العالم نتناول الآن ببركة الرحمن اواخر سورة السبع سورة السبع اتت في المصحف بعد الاحزاب وهذه كسلسل عجيب لانه الاحزاب عقلتين الكل يجمع الوضع بطلب لانه اجزاءها تعلم بعضها الحقيقي لا يمكن لها ان تجابي الحق الا بتكاتر الاجزاء لذلك صفوية لشب رب سحوة لأراد ان تكون هذه الاحزاب دائما من المآل والخسران والبواع حنا نعانين في امة الاسلام بين ببرين من وجود الاعزاب مناغ غالبين البقية البقية القيلة لكن الاحزاب دائما نسك ان الله سبحانه وتعالى شاء بالفئة القيلة بفئة الكبيرة باذن تعالى كما كان نبينا عليه السلام وسيدنا وباك الصدق والله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وكانت الحقيقة ان الله يرعهما هو ثالث في الغار كذلك المقهورون الان في الامة في الاسلام هم المنتصرون بعد انا قد يكون لانه ثانية ثواني اذا احزاب ثم سبع وسبع من من اخبارها انها كانت كارفة لان اهلا حين بطروا واستغنوا عن طلب البركة لله والعون لله وتركوا العبادة والتحقوا بالشيطان كزاه الله كانت كارفة سيد المقرب امره الله ان ينهدمه وبدان مكان معنا جاءت من يالي كانت سبحيات هي جاءت تدمر من كبروا بان اعملها وهذا اللي كانت جفع بالعلم العربي وليكنوس ايضا تحقوا لا تكلمت والله ما تقول لكم قائمة الا بيرر الرحمن وهو شاكيكم اياتي اخيرة دي ان ينتم تسين بيها عموما لان جهلكم بالرحمن مبقي ذكره الا على الانسان اما ان تقدروا حقا قدرة او تحترمونه او تستحيون منه وتدرونه وعطه فلا عمليا لا لان نقلق عليكم بالطبع الصهيوني والطبع اليهود او تدعوه الاسلام من اين لكم الاسلام وانتم تشفرونه الناس بالاموال وهو تقطعوا العناق بالطبع الباطلح ينطسوا بس التحارب من من خالبكم بطرهوت باشياء مختلقة من افكاركم تسيئة المريضة اذا لفيد التطبيق لانه والإحلال مال بحرام لا تستمر عدوه الاسلام ومتاعه الامر يتبونا من خيرات الحضارية والفكرية والتطبعية وما بوق الحرض وما في عماق الياه وما تحت وجه الارض كل من مهبه هو الاستعمار وهؤلاء الذين يبعوا الاسلام هم اكبر ملائك اللي يستعمار وهم صيرون ان لم يتوبوا الى الرحمن اذا الايات تدية متمنع لله نحن اهل القرآن ان تجلب بعض من تعرب للإيمان ومن جمعوا نحو الشيطان ان تؤتي رفين حتى يعتقب الله ويقفر اللي هو منه لا لأن الله سبحانه ما يقبل كلها قبل سكرة الموت قبل جهور الشمس من مغربها واللي تطلع من مغربها واللي من عالمات الكبرى الثلاث خاطر نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيك لو يريك اللهم آلهم حولا الدنيا والأخرى ولو ترى ان تزعوا اي حين السورسيزي بر البانيك اللي فاغور ترى يعني ما رأيك ما ما لسا تشهد عليهم ما لسا ترى من حالهم الحقيقية التي هي مغبوطة عند الله جازا كفرهم بعم الله وجازا لفاقهم وعدوانهم على أهل الله يقول لو ترى ان فزعوا اي دفعهم الخوف هي فقدان يتفقى من عنقونهم ومن وعيهم ومن اندباتهم يعني يفرقهم ملبي فقل اللحظة ذيك بالرعب الظالم معهم ولكنهم فرقهم كل عجل لو خلاص لا خلاص والله لا اسكيب لا فرام حقاب الله ولقعدك عبي تونس هو يؤهل الناس هلما هل يتخذون الباطل ويتخذون بقلبه كل الفساد منا لأهلهم لعاكل العاكلة من نفل هذه الحرام ولو ترى ان فزعوا فلا فوت يعني لا مفر لكم من العذاب الله لأنكم أبيتم إلى الكفرة والنفاق تحبوا لتكروا لنجح عليكم وكيف تنجحون وأنتم عداء الرحمن والله لو جيبوكم أموال الدنيا كل البيل لا عليهم لما يخليكم رب سبحانه وتندمون على انفهم فسوف يمضقون عندما تكونوا عليهم حسن الفقت المال حرام ومأتهوا من الداخل ومن الخارج والعاكل وفي هذه الأمة والعاكلات اعلمونا تفاهت عقولكم حين حين طلبتم أو رغيتم ليخلي هذا المال وشريء طلبتم ليك مما المغفلين 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 كثرة يعني لي الضرطلس هو الغفلة الضرطلس هو الدعاء لإسلام وهم أعدائهم الضرطلس هو أن يسيطر أهل المال على أهل العلم الدين عند الله سبحانه وتعالى ولو فزعوا فلا فوتا وأخرجوا من المكان القريب أخرجوا من المكان القريب يعني يأتيهم البلايا سرع بعمر إلى الله أخرجوا الصرصيزم ونشوف ربك يغضم لما أشبونا أي لما أغضبونا تقوموا أخذهم أخذارا بأخذ تجمعهم جميعا ولا ولا باقي لهم ولا بلا كما تقول لا أعقاب لهم لا أثر لهم هذا ما قلنا عليه لم تطوم وأنا أقول لكم بسرعة أسرعوا بالتوبة ما زال فيكم خير إن شاء الله ما جامل مسلتوا على لسانكم أستاذة نشاء الله ساله نفكر العامل الإمساني إلى العامل الروحي وإلى العامل الفكري ولكن عامل العثلي نحو استجابة لله لأن تلس وما أيت تلسي عم وما أيت تلسي المجموعة من من التاريخ المطلوب على التفكت لكن الاستجابة الصحيحة المنجرة هي الاستجابة للرحمن بالطربة في العاجب لا الاجب ولو ترى الفزع فلا فلت واخذ من مكان قليل والله ينتقل فلا فلت لا هروض من عذب الله واخذ من مكان قليل والله سبحانه وتعالى وقري من كل شيء وبعيد من كل شيء لأن الله يذيق ويزمن المكان الزمكنا لا تؤثر في من خلقها ولي ترى الفزع فلا فلت واخذ من مكان قريب شيء مهول مخيف اخذ الو خلو فلنفد ان سلطانيا ويجيه واحد يلتق بالحق وقبل الجهاد كلمة حق عند السلطان جاء كل خلوص ما لا لأنه يتحمل هؤلاء الابطال الذين يلتقون بالحق وتعالوا الساكت عن الحق ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الساكت عن الحق شكرا نأخص ويبقى الوقت يوم الاتقابات سكت معنا الحق ولليا حق عليكم اللعنة والعذاب ان لم تتوبوا في العاجل وتوبة نصوح ايضا متى توبة التلعب للتقية وقاتل لا انت مش تتوب مولاك لانه مش يسكف عنك الاسلام الذي يذكلك الاسلام لا يناقذك الاسلام ان تبت الان اما هناك ساك هناك ساك يقولي يعني عدر بالشريدة جانا جزاء هنا ايضاديات ربما عشتها او تهارتها او تهارتها لا تقع من رسولك في جهنم ومؤسى النهاية ولو ترى ان فزعوا ثلاث بوتى واخروا من مكان قريب وقالوا اامنني اامنتم بماذا اامنتم بما كدبتم عاربا بما كدبتم في عاجلة في الدنيا كدبتم الاسلام كدبتم وحاربتموه ولا تعليش هالكل فزع قول هالكل تمتحوا بلايكية لايكية ما نلقي لايكية لعند عادة اسمي فوليسيمي عادة بلعب يعني تدل على لا دخل للسلطة السياسية في اختيار الانسان الدين هذا عملنا احنا الاسلام لا تراه في الدين نستعلم بالمسيط ابا انتا تقني لان احنا ربي قالوا من شاف اليوم من شاف اليوم اللايكية 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 هي كذب ومهتان بس تقديوا عن نفاق وعن كرهكم من الاسلام هالا مواقع بالانتخابات الذي دبعكم الى استنكار ريح الطيب لاهل الدين هو دبعكم انتم تتعامرون عليهم بالمال والمصمية وكل شيء لكن بسمية الحصاد الحصاد ياسير ثم يحاول الله تعالى مشيز عليكم حقامة وان انتحقق الهياني من قاعد ياسير هو واحدان وطلب من يريدوا ان ينهي العمر معكم وتعبوا ان هالامر يكونوا اما باتبال عدى ورد يحميه من الانتقام وان يصلت عليك جرهوم ولا يصلت عليك السعقة التربائية ولا يصلت شلالي ولا سكتة قلبية مسلطان ولا يشلك من يشلك حيث القبال كده ملا خرب العمليات العمليات المشكولة عنيبة جدا والموقع مش حقق بالله بس قلت تعالى الداعش كانت تحضر الشباب وده تعالى فقال الشباب يقدم على العمل الانتقام ان يعف لا رجاء منها عموما إلا الله يرحبه يرحبه الرحمن هو يهليئ نفسه لان يدعش بالدعم لا كانت انكر شي يجب ويأخو يقف وبعد انتهت طبقة تفاية الكلة اللي لم يسكت فيها زمان ولا مكان ولياد الناس هدوما يستعمل معكم من القوة تعقولها تكرم أنا لا نريد لأماتنا لكن وقتلتوط الأمور إلى درجة معينة من نتمر على الله ربي يسلط وتعبوا تصريف ولي يعف حبيغة من دعش من هي يخبرونا قالوا نسى دوم مراس صعب ونسى دوم مراس صعب مراس 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 ما لسى دومها جماعة من الله هناك لابد كما من هو مخدر ومن هو ما لعب من الانتحار لابد لبسها لباس الريهاد بعد جمه لكن أنا هتولى بالخبر شو اللي يعقين يقولوا الناسى دومها صعب ما استعملتون وإذا كاهز ما استعملتون من زول يظهروا الشباب حتى يخبروا فريكت У وتريد طريقة الفرد فرد امر الواقع كما وقع على تحجي تغيره في الشرق وتمركزه في عرض في التساعد وضعه لهو كل من يأتي كل من يدخل عليهم ياسوس وكل من يدخل عليهم مخادع يسميه يسعي بشي يأتي باكتر قوة باكتر زخن شغل المحليات عيشهم مع الله وتركوا السلطان الواسط وهذه الخسرات ويبعد يحكوش ملك سبيك ده وملك ملوك ورؤساته فيه ومليش عوش أغلبهم يطلعوا على أحسن حال إذا كان باكت باكية حياة فما تقير فيك على أعجمه وألا باكتر قصر تشردوا من تركان قصر هيدون بجالكم الكرسي اللي يضع عليه مخيرة للجنيا الملي يكونوا على جمالات النار الدنياوية وربما سيقنى في جمالات الآخرة في جهنم ودئس المطر احضروا الله ليس بغافل وليس بغائل وليس بمنخدل منخدل الله هو السيد وهو المنتصر وهو ذو القوة وذو الحال وذو الصدر اللي هذا التفايدة باستجابه مع المعر المعر الغضب رضا لكم منها يعيشوا مع حب الله عيشوا مع خشة الله عيشوا مع أسر الظنب الله عيشوا متكلمين لله عيشوا مع كاربين لشدوهكم والله جارفين بأفلاديكم في قلوبكم مرض حبوا لا تكروا أنا كمعالج أعلم عنكم الكثير أنتم مصابون بذاء الهدياء وزدت بنيه وزدت الوجود السطار ولو ترى اتزعوا فلا فوتا وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن بي وينه وزدت ردرتين ثم اخر لكن هذا لك يوم جزاء أما الآن أرضوا عمل وزمنوا وعملوا كنتم بالعمل يواجه الله كما الكارتير كارتتي في الإسلام هو دعم لله يقولي هناش نعملوا باش ناكبروا حضور أعلموا هنا موزنين لنعبد الله ومكرا لكم الجنة والعنسة اللي يعبدون ربي لا يريدوا منا طعام ولا شراب ولا لحوم ولا قرمان بل يريد لنا الغفران يريد لنا صلاحنا من سلطان الشيطان هو ما لا يريدوا الله بنا ويردوا الله بنا لا العسر من اليسير أن تتوب إلى الله وهم ستغنم أن يقرب سيئات الحسنات ماذا تنتظر وعنا السعادة رضي الله وعنا وعنا من يكو بطمرة بقية بقية شطر الأخوة وهم الجنة هي المروب فيها قدر بالشكل التاني وقال الجنة الجنة أين أنتم من هؤلاء تسخرون منهم وفما منكم من الشيعة سبهم ويلعنهم أين أنتم منهم وإلا أنك لم تصلح على ما الرحمن سيكون ومآلها التباك والخراك هذا منا وعد الله لأنكم أفسيتوا الرعب في خلوب الناس شرطا وغربا وما دعتم تدفعون الآن في أرض الشام البعض مما ستدفعونه إن لم تتوبوا إلى الرحمن هذا يقول انقرر يا إيران راك ما إلى اللي طابعك الفارسي وأنت بنا ترسلينك بنا رموزا وترسلين شعارات ظاهر وإسلام وباطل وميران والعياذ بالله ولو ترى وتأول من تحركت حرككم أنت أنتم شغوا مسئليكم بسرق الغرب خاصة لكم السبارات وفي المناطق السر من أنتم يدوكم النساء كيف تخدمون ما لم يمزن لهم سلطان الرحمن وقالوا ربي سبحانه وتعالى نجسوا على الناس حتى نفسدهم قال ربي سبحانه وتعالى أن نهضر الدماء من غير حق وغير وجه حق الذي يقع في اليمن اليوم شنوه وليه يقع في الشام شنوه إذن احضروا رحتم للدنيا ولكن فرحا قصير هذير ولكن بأسك الجموع حيث لا يرفع الجميع وقالوا آمن نبي وأن لهم التنارس من مكان بعيد كيف تستعطر ما يلدم الله بكم وأنتم بعيدين عن ما طلبوا الله منكم بضم تتحكوا لأنتم مقر العزم للتوبة لو وجدت مخ تنارس من مكان بعيد يعني أنت تقلب المستحيل أنت بعيد عنه أنك بالدنيا أبعدت نفسك عن نقلب منك وقالوا آمنا به وأن لهم التنارس من مكان بعيد أي بجاه لكم تعتدوا يابوسكم من خير الأمم وأنتم أخير من المسلمين الصادقين والصادقات وقد كبروا به أي كبروا بالرسالة المحمدية على سيد يحمل السلام وأسمك السلام وقد كبروا لي من قبل ويقلبون بالغير من المكان البعيد أي ترجعوا النصر يا أياكم النصر في البعر لكن ينساوش الله يكيد يكون وأنهم يكونوا كيفة وأنهم يكونوا كيفة وأنهم يكونوا كيفة لا يكونوا كيفة فحيلة بين وبين ما يشتغل وأنهم يكونوا كيفة وأنهم يكونوا كيفة وأنهم يكونوا كيفة كيفة زرعتوا من كذب عن الأمة وأنهم جاعوا في استقامة أحرارها وقرائرة وحاربت من اسلام على اسلام من لايكية بشهجانا كنتم بيكم لنجميون بيستقنوا لك بأمور والله لن يكونوا هذا أبدا ومن يقول الله أنه لا تستقيم أمور من الحرم يجب أن يكون قربوا وقربوا وقد كبروا من قبل ويقربوا بالغير من المكان وحيدا بينهم وبيننا التون ويزينوا صرفاء رياليسة ويزينوا صرفاء إيجوسة يعني يتبطوه من وهميكم وإنسان شيطانكم لا جيد لا سينة ولو برضاء الرحمن وحيدا بينهم وبيننا نستونك كما فوقينا بيشاعي كما أن يسقوكم ودبهم سي واليوم من شعاتكم وفاركزان وزكيبالان كما فوقينا بيشاعي من قبل وإنهم كور بشكل مريم يعني كانوا كل جمعة الأولين والآخرين هؤلاء الزمر الفاسدة يعني هم دائما بشكل مريم أي شكل يقطع عنهم الأمل ويقطع عنهم الرضا ويقطع عنهم ويستقوى هذا يعمالكم 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 يعمالكم